أنا دل قلت لك الفقرة الأخيرة أصبر وصبر حلو صبر حلو ستنا نتعملين لشي سمانس ما فيك أتحرق سنوها الآن ما تحرق سنوش لا لا حنصبر ومؤيد وعندنا فقرة تكنولوجيا حتى أخدنا الفنة للمرة طيب ممتاز زي ما قلت لكم نورو عندنا فقرة تكنولوجيا بس قبل ما نبدأ عندي سؤال لكم عندكم هل تعرفوا تعملوا ملف PowerPoint ولا لا طبعا أنا أستاذ PowerPoint أعلم أستاذ خاصة يعني تتحفي له كل شيء؟ لا أنا لا أحفظ كل شيء أنا أدخل كده وربنا سيسهل لا 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 يوجد كل حقوق يا فلي بولي على الـ PowerPoint أنا بالـ PowerPoint أنا بالجي مع الفكرة أم جد هلأ كانوا كل الـ PowerPoint يقدمون على الـ PowerPoint أعزين إزباد يا تستاعدوني اليوم فتقن في الفقرة حاجة التكنولوجيا يالله بي ما دفهمين وأعرفين كل شيء نحن دائما كنا لما نجب نعمل ملف PowerPoint زي ما أنتم عارفين برضو نستخدم اللي هي النسق واللصق اللي هو ناخده من ملف Word ونحول ونعمله كوبي بعدين نحوله على ملف مايكروسوفت اللي هو الـ PowerPoint عشان ننصق الأشياء هناك وبعدها نبدأ نرتب نضيف الآيكون نضيف الصور نضيف العلوان نعم هذه الأشياء وهذا الشيء زي ما عارفين بياخد مننا وقت مرة كثير طبعاً بس الآن النسائر مع الميزة الجديدة والتحديث الجديد لـ Microsoft اللي هي عندنا أضافوا حاجة اسمها الدكاء الاصطناعي هذا طبعاً بتسهل علينا أشياء مرة كثيرة جماعة والشيء هذا اللي هم أضافوه في الدكاء الاصطناعي بيخليه أنه هو نقدر على طريق بس ضغط زر واحدة نحول من ملف الـ Word إلى ملف PowerPoint والله بقد؟ نعم 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 أنجل نعم نعم عش كيف يمكن نعمل هذا الشيء؟ نعم نعم كيف يمكن نعمل هذا الشيء؟ نحن نعمل هذا الشيء بالميزة الجديدة التي أعلنتها قبل قليلاً طبعاً ما حدث أن بيزة الدكاء الاصطناعي تقرأ وتحلل ملف الـ Word قبل أن تضغطي على كلمة export وبعد أن تضغط على export على طول سيبدأ هو يقرأ ويحللها ويبدأ أن يضعها في ملف PowerPoint ويعطيك طبعاً دماذج جداً كثيراً أنت بعدين ستختاري عن طريقها حسناً يعني مؤيد أنت على مجارب تلمح لنا أن هذا الشيء يربحنا وقت أكثر ما هيك؟ بالضبط لا شوفوا نحن دائماً في أيام المدرسة أو أيام الجامعة عندما نجي يقول لنا فجأة يجينا مثلاً المدرس أو أحد يقول لنا يبقى لكم تعملوني مدرسة المادة الفلانية وبعده المدرسة الثانية يقول لكم لا أنا أبغى مدرسة للمادة هذه فتيجينا طلبات مرة كثيرة من ناحة المدرسة ما يكون أصلاً عندنا وقت إنه إحنا نرتبها بطريقة مرة حلوة فهذه الميزة لما انجعت يعني ساعدتنا بطريقة جداً بتوفر لنا وقت يعني أنت بدلاً ما تبدأ من الصفر تروح تدوري على الألوان وتروح افتراتي بالمستند حقك لا بيحطوا علامات بيحطوا علامات له للأخبار كأنه يرد كان فيها الـ كل شيء عليها كان كل شيء كان بالماركس بالدرجات محسوب عليك فلا قد حين الميزة هذي بتبسط لك الموضوع أنت كل اللي عليك بس أهم حاجة صح النقطة أنه عندي هي المستند الـ المستند الـ لازم تنسقوه تنسيق ممتاز يعني أن تجد تنسيقه بتنسيق كويس يعني مثل عندك العنوان الرئيسي يخليه بخط أكبر من العناوين الثانية خلاص الدكاء الاصطناعي يقرأ هذه الأشياء ويرتب لك هي في ملف الـ بعد ما تحول أو تصدره للـ من الـ مؤيد ما نحن نكون محتاجينه عشان نحاء الخطوات دي؟ شو بنادر أنا أقول لك أنه تحتاج أنت ثلاثة أشياء بس عشان تسوي هذا أو تستخدم الميزة هذه عندك أول حاجة لازم تستخدم لازم تكون عندك إنترنت الشي الثاني لازم تفتح صفحة الـ أو برنامج صفحة الـ أو برنامج الـ عن طريق الـ عن طريق الـ أو عن طريق سطح المكتب ثالث حاجة يكون عندك أصلاً أنت ملف Word جاهز بالنص حقك بكل حاجة عشان تحطه على طول في المستند الذي أنت فاتحه عن طريق الـ هذه ثلاثة أشياء طيب أقدر أسوم بهذا الشي على الـ أو لا؟ حالو سؤال كويس حالياً للأسف نورا ما أقل هذا الشيء ما تقدر يتسويه لكن تستخدمي هذه الميزة بكل بساطة عن طريق زي ما قلت اللي هو الـ يعني كل اللي بيأخذ منك وقت من أنت بتعمل اشتراك على مايكروسوفت 365 وإذا ما عندك تقدر يعمل طريق موقع أوفيس أونلاين تعمل هناك الحساب حقيقي وتسجل الدخول وتستخدمي هذه الميزة في أي وقت تبغيها طيب طيب إيه سؤالي؟ يعني قلني سؤالك عشان لو سؤالي يبقى أحنا تمام أوك أنا عساس أنت بتعرف كل شيء إيه بقى؟ ماشي طيب مؤيد شهية عملياً الطريقة لنحول مجتناد ويرد لباوربوينت يعني بطريقة بمسهلة أكثر كنت أكيد مواضح أنكم كلكم تعرفوا الباوربوينت مواضح